أدنى مجلس الأمنة لاعتداء الإرهابية الذي وقع في رفح معربا عن خالص تعازي أعضاء المجلس لأسر الضحايا ولحكومة مصر وتمنياتهم بشفاء العاجل للمصابين وعلق المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على البيانة أنه يعكس بوضوح أهمية تكاتف المجتمع الدولي في التصدي لتهديد الإرهاب المتصاعد بما في ذلك من يقدم له يد المساعدة سواء بالتمويل أو التسليح أو الرعاية وضرورة وفاء كافة الدول بالتزاماتها بقرارات الشرعية الدولية من أجل القضاء على هذا الخطر